الأزمة المناخية، أزمة التغيرات المناخية هي أزمة شرقية على مستوى العالم إن لم يتكاتف العالم أجمع لمجابهتها فستكون العواقب وخيمة وهذا ما أكدت عليه الدولة المصرية والقيادة المصرية في افتتاح هذه النسخة من كوب 27 والذي أكد فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والمهتمين بالشأن الدولي والتغيرات المناخية عليهم الانتقال مباشرة من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ وهذا ما أكد عليها أيضا القاضة ورؤساء الدول والحكومات على مستوى العالم من خلال النقاشات المستمرة والمنعقدة على مدار الأيام القليلة الماضية والمستمرة أيضا حتى انتهاء هذه النسخة من كوب 27 على هامش هذا المؤتمر المشاهدين الكرام أجرت موفدة التلفزيون المصري رهام الديب لقاءا خاصا مع الأمين العام للصليب الأحمر الكيني عائشة محمد على هامش فعليات هذه النسخة في مدينة السلام في مدينة شرم الشيخ إلى هناك دولية واسعة وحالة من الزخم العالمي يحظى بها مؤتمر كوب 27 لتغير المناخ من مدينة شرم الشيخ نظرا لأهمية القضية المحورية والتي تمس الإنسانية بالكامل من أجل حماية البشرية وكوكب الأرض من مختلف التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية هناك الكثير من الوفود التي توافدت على مدينة شرم الشيخ للمشاركة في هذا المؤتمر المهم عدد كبير للغاية من رؤساء وقادة الدول بالإضافة أيضا إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك الخبراء والمتخصصين في مجالات البيئة والمناخ بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني وأيضا القطاع الخاص كل في مجاله يحاول أن يصل إلى قرار واحد ينفذ على أرض الواقع وذلك من أجل إنقاذ البشرية بالكامل من كل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية يشرفنا على شاشة التلفزيون المصري على شاشة القناة الأولى الأمين العام لجمعية الصليب الأحمر الكينية سيدة أشا أود أولا أن أرحب بك هنا في كوب 27 بشرم الشيخ شكرا جزيلا أولا أود أن أسألك حول كيف يمكن لكل القرارات المتعلقة بالتغير المناخي كيف يمكن أن يتم تحويلها إلى خطط ملبوسة وفرص للتعاون فيما يتعلق بمشروعات التكييف بشكل خاص في المجتمعات المحلية شكرا جزيلا على استضافتي وعلى هذا السؤال نعم هناك الكثير من الالتزامات والكثير من المناقشات تم عقدها وبالتالي نحن نحتاج أن نتقدم للأمام نحن نتحدث عن ترجمة كل هذا إلى أفعال الأمر الهام بالنسبة لي هو حول إدماج المجتمعات أنفسها لأنه بدون مشاركة المجتمعات فإن الكثير من هذه الخطط سوف تظل على الورق هناك أشخاص يشعرون بتأثيرات التغير المناخي بشكل كبير ويريدنا أن يكون في مركز هذه النقاشات يحتاجون أن يكون مشتركين في التخطيط هناك الكثير التي يمكن أن تكون بها المجتمعات نحن نحتاج دعم في بناء القدرات وأيضا نحتاج دعم في مجال التمويل وكذلك نحتاج للدعم حين تتحد جميع المجتمعات وهناك مجتمعات متأثرة بشكل كبير وإذن المجتمعات يجب أن تكون في مركز الخطط التي نتناولها ماذا عن الدورة؟ دورة الصليب الأحمر وجمعية الصليب الأحمر فيما يتعلق بهذا المؤتمر الهام الذي له عنوان معا من أجل التنفيذ كصليب أحمر نحن نعمل على مستوى المجتمعات نحن نمثل المجتمعات ونحمل من خلال شبكة من المتطوعين الذين جاءوا من نفس المجتمعات وبالتالي نحن نحصل على أصوات الأشخاص الأكثر تأثرا ونعمل مع تلك المجتمعات لذا فنحن في مكانة جيدة نستطيع من خلالها ترجمة بعض هذه الخطط إلى أفعال مباشرة مع المجتمعات لذا فدورنا هو أن نؤكد وأن نقول أنه من المهم أن نعمل مع الفاعلين المحليين مثلنا الذين هم في تواصل يومي مع المجتمعات والذين يستطيعون أن يحدثوا تأثيرا ذو معنا كيف يمكن أن نقوي التعاون والشرقات عبر تقليل المخاطر الخاصة بالتغير المناخ على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية حتى نواجه هذه القضايا والمشكلات لم أسمع السؤال بشكل جيد أنا أسألك حول كيفية تقوية التعاون والتنصيق والشرقات عبر مواجهة وتقليل المخاطر المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي والدولي لدينا الكثير من التركيبات الخاصة بالتنصيق والتي تم تشكيلها عبر السنوات وهذا على المستوى المحلي والشيء الهام هو أن نضمن أننا نمنح تلك المجتمعات ما يحتاجونه لتحقيق هذا التنصيق واحد القضايا الواضع هو أنه يجب أن يكون هناك إطارا من خلاله يستطيع كل أصحاب المصلحة أن يعملوا وأن يحتاجوا أن يكون هناك نوع من توفيل الموارد لأنه لا تستطيع أن تعمل بدون أن يكون هناك موارد مائية لكي تضمن أن هناك تنصيق بين كل الجهات وإنفاذ للعمل وبالتالي هناك أيضا الموارد البشرية البشر الذين يفهمون هذه القضايا يجب أن يكونوا في مركز هذا العمل كيف يمكن للتمويل المناخي العالمي يساهم في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية بما يشمل الشباب والمرأة؟ كما ذكرت فإن أحد التحديات التي نواجهها في كل المناقشات هو أننا نحاول أن نعمم طول الوقت ونتحدث عن البشر الذين تأثروا والذين لم يتأثروا ولكن إذا لم نبدأ في تحديدهم فإننا يجب أن نحدد وأن نتأكد أن الموارد والتمويلات تصل لهذه المجموعات المختلفة لقد حان الوقت لإحداث هذا التأثير من وجهة نظركم ما هي الآليات التي يمكن أن تشجعوا على إيجاد موارد مياه إيجابية وأن يكون هناك ابتكار بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني الأمر يتعلق بالشركات وأعتقد أن كان هناك الكثير من الأمثلة والكثير من المناقشات حول كيفية أن يكون القطاع العام والقطاع الخاص متحدان معا ويقومون بعمل شركات تمثل نمازج جيدة حيث أن القطاع الخاص يستطيع أن يعمل مع الحكومة ومع المجتمعات حتى يتأكدوا أن المياه يمكن الوصول بها لكل المجتمعات ما هي العوائق التي تغيق الاستثمارات القطاع العام والخاص في مجال التكنولوجيا وتحسين سمود الأنظمة المياه والأمن المائي أعتقد أن أحد الأسئلة يتعلق بالحواجز التركيبية وكذلك السياسات الضرائب وبعض التكاليفة الخاصة بالقيام بالأعمال أعتقد أيضا أن الأمر متعلق بالحكومات لكي تسهلوا الأمر على القطاع الخاص لكي يشارك في تلك القطاعات ما هي الأليات الخاصة بالتعاون الدولة التي يمكن إنفاذها للإسراع بتنفيذ مشروعات التكيف بالكوارث المتعلقة بالمياه هناك الكثير من الأدوات أنا قلت ونحن لسنا في حاجة لإنتاج أدوات جديدة نحن نحتاج للتفعيل نحتاج أن يكون هناك تسهيلات خاصة بالمياه هناك أمثلة كثيرة طرحت في أجزاء مختلفة من العالم ولكن كيف يتم تفعيل ذلك وكيف نضع الأولويات للعمل هذا ما نحتاجه شكرا جزيلا على وقتك السيدة أشا محمد الأمين العام لجمعية الصليب الأحمر الكينية شكرا جزيلا وساعدنا باستقبالك هنا في مصر في كوب 27 شكرا لاستقبالي ومشاهدين مازلنا مع حضرتكم في متابعة لكل الفعاليات الخاصة بمؤتمر كوب 27 لتغير المناخ من أرض مصر من أرض السلام من مدينة شرل الشيخ